اشتركوا في القناة وفي نفس الوقت البذر متاع الزريعة الجديدة للغازون نعرف الفترة هذه مشتبرت شوية الدنيا لذلك تكنيكما وسيونتيفكما الباسبالوم ستريم باريوة دورمانس معنا بالنسبة للعشب هذية في الفترة هذه بلدية سفيقس اختارت بالتنسيق مع هيئة المديرة للسي اس 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 انه تنطلق اشغال اعادة تهيئة عشب ملعب طيب لمهيري في فترة توقف نشاط البطولة بعد المباراة اللي تلعبت ضد نجم المتلوي نهار 7 نوفمبر الفرد الاشغال تتمثل في عملية زرع البذرة الخاصة في فصل اشته باش تحتفظ الارضية بشكلها الحالي وتتواصل لمدة 45 يوم بما يعني اسبوع تقريبا قبل الاستئناف نشاط البطولة قاعدين نقوموا بعملية سومي دورو جرنيساج اللي يطلبوا كل تيران كل عام نون ملمون هذا المعمول به باش نخليه الارضية سنحل للعب وتكون المباراة القادمة في احسن ظروف الجزان اللي نعملوه سومي دورو جرنيساج يضر في التيران وبعد نعملو له شوية دي ترفوه نحطو عليه دي زانغري وقويه وبعد من نعملو له عملية القص الثانية نجم يكون سنحل للعب الاسرع في تحذير الملعب الرئيسي يكون بالتوازي مع اعادة صيانة عشب الملعب الفرعية واللي تعتبر ضرورة قصوى لانه من دورة تخفيف العب الثقيل المسلط على سنترال الطيب لميري نفس العملية مش تتم لليزانيكس لانه لليزانيكس هم ملعب للتدريب والتحذير للملعبين كيف 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 ما يكون يزم يكون لليزانيكس كيف ما تيران سنترال صيانة الملعب الرئيسي مش باش تكون فقط على مستوى العشب من موقعها الأصلي للجهة المقابلة في المدارج رقم سبعة كنا في المدارج عضاة سبعة اللي هو جايتنا فيه مراسلة من الأمن على أساس العزل المتاعه باعتبار فما معناها إشكاليات على المستوى الأمني معناها تطيشة بابس ومقذوفات وغيره على سواء الصحفيين ولا اللاعبيين ولا الطاقم التحكيم ولا المسؤولين معنا الناس اللي تشوقوا تراه دونك حبينا حبيت اليوم نجين مع رئيس لجنة الرياضة مع اللوخين الكل معتمد سفيقسي الغربية نعملوا معاينة نشوفوا معناها ونشوفوا شني إمكانيات العزل المتاعه معناها للدواعي الأمني قاعدين نخموا إحنا وإدارة ندرس سفيقسي والأمن أنه المدرج موجود فوق اللي فيستير أنه يتحول لمنصة صحفيين تكون مهيئة كما يلزم وظروف طيبة بالنسبة صحفيين بشيخة موبيها إن شاء الله هذية البرنامج هذية نقول من هنا شهرين ثلاثة إن شاء الله يكون حاضر إن شاء الله عملنا طلب عروض أول اللي هو كان باعتبار الاعتمادات المخصة من الوزارة هي 600 مليون لكن طلب هذية جان عرض معناها بقيمة كبيرة تقريبا 900 مليون لنك يجبنا نعود وطلب العروض الهذية في نفس الوقت معناها نعمل في الإيتيود على السوكل متاع التابلو اللي موجود تويكة بش نشوفوا إنو التابلو هذيك يعني السوكل اللي موجود عليه التابلو يتحمل معناها النفو تابلوها بك خاطر التابلو جود بشيكون البوام تاعه أكثر معناها أرزن من التابلو الحالي و بشيكون بلوز إفكاس مشكلة البلدية فقط استغلت فترة توقف نشاط البطولة أهل إطار الفني استغلها الفترة لدخول في تربس مغلق في مدينة سوسة الغاية منه إبعاد الملعبية عن ضغط المقابلات والجمهور وإضافة جو إيجابي في الجروب والوقوف على مدى الجهزية البدنية لبعض الملعبية اللي ما شركوش في المقابلات ومدى قدرتهم عن الحضور في المواعيد القادمة شهاب الليلي وجهت دعوة لـ 23 ملاعبي للمشاركة في التربس مجموعة ينقصها الملعبية الدوليين اللي كانوا حاضرين مع المنتخب الوطني في مقابلات موريتانيا في إطار تصفية كسر عالم روسيا 2018 الشي اللي خال الكوتش يقوم بدعوة بعض من لعبيت النخبة الإدخالهم في أجواء السينيور وتعرف على إمكانيات الفنية والبدنية للبعض منها والله يسي شي هاب هو يعرف كل شايف قمتني واللي يعملوا هو مبروك يعني 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 معناه وين استحقنا يلقان ماتش كيمة 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 كيتم كل إن شاء الله وإن شاء الله مربوحا الديبار كان العشرة متاع الصباح من قدم اللوكال في أول مصافحة رسمية للأولاد مع الكار الكحلة والبيضاء عمبيون صحلوة برشا تأكد أنه الجروب في فورما والأمور عال العال وأنه استاج باش يتعدى في أحسن الأحوال نتعدى والاستاج اللي تلعبت فيه مقابلة ودية ذات الملعب التونسي نهار الجمعة كلاسيكو البطولة المرة هذه في سبغة أخوية الغاية منها تحضير الاستئناف نشاط البطولة وتشريك أكثر عدد ممكن من الملعبية اللي موتتهمش الفرصة بش يكونوا حاضرين في الرسمية مباراة السياسي البطولة ديما يكون حاضر فيها الإثارة التشويق والأهداف بداية المباراة كانت تسريعة من البقلاوة وسرعان ما تحركت أقديم المهاجمين ونتمكن في رأس جفالة من تسجيل الهدف الأول في ثمانية دقائق لعب فترة جسر نبض مطولتش برشا في المقابلة اللي شفنا فيها نسق مرتفع سرعان ما اخذي فيه زمالة فالون يونج المبادرة والضغط على المنافس بغي التعديل الانتيجة وهو اللي كان لهم في دقيقة ثمانية وعشرين من ضرب الجزين جح في تسجيلها حسيم الواتي اللي رجع المقابلة للنقطة الصفر حكيت ان مباراة السياس اس والبقلاوة دي ما يكون فيها الإثارة والتشويق والأهداف الجميلة 32 دقيقة لعب نشاهدوا العملية مخالفة ما يعرف سرها كان سليم المحجبي يغالط بها الحارس قيس العمدوني ويعطي الأسبقية زملائه بعدها رجع أبناء شهاب الليلي للمناطق الخلفية والاعتماد على سرعة الجونيور أجايف الهجمات المعاكسة في المقابل المدرب لسعدة دريدي عول برشة على الكلورات بالتركيز على حسين بن يحيا وعالي المرزوقي هالأخير اللي تمكن من تعديل الكفة من ضرب الجزاء اقبل نهاية الفترة الأولى بدقيقة الشوط الثاني شوط زوز مدربين والاختيارات الفنية ومحاولة تشريك أكثر عدد ممكن من ملعبية فترة ثانية اختار فيها شهاب الليلي القيام بثمانية تغييرات كاملة على مستوى التركيبة الأساسية نفس الشيء بالنسبة لسعد الدريدي اللي قام تقريبا بستة تغييرات الشيء اللي ما خلناش نشاهده شوط ثاني كبير بالمقارنة بالشوط الأول شوفنا اندفاع بدني تعدد المخالفات وعدم ترك المساحات من الجانبين شوط غاب فيه الأداة وغابت فيه زاد الأهداف باش تنتهي المقابلة بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 شخص في المقابلة بسيطة تحديد المقابلة بشأنه وضع الإيجابي 2-3 بالتعادل الإجابي 1-2 منحن نشاهدته فيها من الأساسية تحديد المقابلة بشأن المقابلة بشأن الكثير من المقابلة بشأن المقابلة بشأنها لديهم اشاء الله يمثل المستقبل الندي سيما عنده باكثم هي والقروين الساد عمدولا باية أبليكاسيون باية جربنا فيها الجوارات الكل عملنا أبليكاسيون باية سيرتوى الأفونسي في القدام عمدولا ما عنده سيرتوى يتعاون برشة الجوارات اللي ما كوروش بالمقابل زادة فهمة ملعبية ظهروا اللي مزال اللي عندهم قدام برشة خدمة بشي نجموين تميو الفريق لول لذلك سيما ما شغو بخ مقابلة تحذيرية جيدة بالنسبة لزوز فرق خاصة للسي اس اس للكونفرماشيون وموصلة سلسلة النتيج الإيجابية يوم ماتش معناه عند البرباراتيون معناه تعرف انتي فهمة ريف نستغلوا فيه نعملوا فيه لي ماتش هاميكو فهمت ماتش هاميكا الكونتر سي اس اس كاليبر كبير عنا ماتش امبرتون احنا ضد رجل في ردز كل عبنا ضد سي اس اس معنا نختارنا نفس الكاليبر بريسك معناه ماتش بهي معناه حاجة بهي اليوم كلا عمنا ماتش هاتيكون سي اس اس بش نحضروا بيه بش نعرفوا روحنا وين بالضبط بش نشوفوا كنا عنا نقايس وكنا عنا حواج بيه نبنيوا عليها وماتش كما اليوم شفت علاقتنا مع ندري اسفيقسي معناه أي جماعية معنى ندري اسفيقسي معناه كما استاد وكما استاد كما سي اس 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 معناه ديما معروفين بالفير بلاي معروفين بالروح الطيبة وبرروح الرياضي يمتيحهم اساسي صحيح نقص جواريات ميت باركالي في كتيف معناه تشوفت اليوم الولاد اللي هابتوا يكوروا معتا بريمون اي واحد في ندري اسفيقسي يستحق معتا باش يكوري في كتيف تباركالي واحنا هذول يعملنا ماتش بايزة اليوم مع ندري اسفيقسي والمالعب تونسي هذول يديما لقاءات متاحة معتا تكون فيها كورة وفيها هداف حمدوله هذول يذولي ان شاء الله احنا معتا البركورو متاعنا ان شاء الله صحيح النتائج متاعنا خايبة شوية ما ان شاء الله نبدأ بدينا دي جاي رجعنا بشوية بشوية معناتا ان شاء الله نعملو سلسلة المتشوية دي جايبية ونيدي اسفيقس ان شاء الله ربي معاه وان شاء الله تقعد معتا من هنا الاخر الموسم في المرتبالولة ان شاء الله